موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى هذه الحلقة من كلام بيروت الاطلالة التلفزيونية للرئيس المكلف سعد الحريري مساء امس والمواقف التي اعلنها لسيا مما يتعلق بتأليف الحكومة شكلت العنوين الرئيسية للصحف الصادرة اليوم في بيروت والتي تناولت ايضا ملفات قصادية ومالية وسنتابعها مع نقيب الصحافة اللبنانية الاستاذ عوني الكعكي استاذ عوني اهلا وسهلا فيك بكلام بيروت وبحضرتك رح نتابع طبعا بالقسم الاخير من هذه الحلقة شؤون وشجون الصحافة المكتوبة والاعلام بشكل عام رح نبدأ نحن وياك اليوم بكاريكاتير من صحيفة الشرق يمكن ان نعمل قبل كلام الرئيس الحريري لحتى نشوف بالكاريكاتير يمارس التبصير بأوراق زهرة قائلا في حكومة ما في حكومة الرئيس الحريري قال بين في حكومة كملها في حكومة ما في حكومة في حكومة في حكومة ان شاء الله هو قال اسبوع لعشرة أيام اسبوع لعشرة أيام ان شاء الله نعم ننظر متفقلين على كل حد يعني ما عندنا خيار تاني شو عندك خيار ضل بلد بدون حكومة مش هذا ما عنده خيار وحذر كتير الرئيس الحريري مع المهم بدك تربطها بشي حذر كتير من الوضع الاقتصادي صح وخطورة المرحلة اللي وصلنا له والمنطقة من حولنا المنطقة مش تهلي من سبع سنين مش من اليوم نعم قبل ما نفوت بالتفاصيل استاذ عون الكعكة حول موضوع المواقف وما قاله الرئيس الحريري ولكن بالشكل اطلالة الرئيس الحريري غالبية الصحف اليوم حطين صورة للرئيس الحريري مش بس عم يبتسم يعني عم يضحك واضح حكت عن هذه الحيوية لدى الرئيس الحريري وهذه ثقة بالكلام الذي قاله حضرتك كمتابع ماذا قرأت في اطلالة الرئيس الحريري بكل بساطة الرئيس الحريري ظاهرة ظاهرة ما بيشبع حدا نعم ظاهرة دائما ايجابية وفعالة يعني دائما بيعطيك الامل انه ما تيأس لا يمكن انه سيكون فيه هناك حلول يعني دائما 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 بتخس وكأنه مخبب جيبته كم ارنب من الارنب تقول عم يخضوا من الرئيس برري من الرئيس برري ما مخببهم دائما لا يستعملهم عندما تدعو الحاجة نعم لكن يعني اكتر من مرة كان الرئيس الحريري بقصر بعبدة ويحكي بعد لقاء الرئيس الجمهورية انه فيه تفاؤل وفيه ايجابيات بيمرء كم يوم بيطلع الموضوع هيك هذه المرة اليوم الطريقة التي قالها الرئيس الحريري انه عشرة ايام او اسبوع فيه حكومة كيف كانت تلقيت هذا الكلام حسيت انه جديا فيه حكومة انا فيه بدك تتميز بين شغلتين بين النيه وبين القدرة النيه عند الرئيس الحريري النيه كتير بهم وهلأ قبل بعد لحظة نعم تلأ في حكومة ولكن القدرة مش غير مش بيده كل الاوراق فيه اوراق خارجي اللي هي منى بيده اللي هي عم بتعرقل تشكيل الحكومة هي داخلية قال الرئيس الحريري ما فيه اي ضغوط خارجي تستعمل داخليا او يستغلوا داخليا ولكنها خارجية لبنان بشكل او باخر منطبط بالتشكيل الحكومة في العراق نعم خلينا نشوف بالعراق شو عم بصير لتعرف شو بصير بلبنان نعم وهي دي كل ال يعني كنا هيك بحالة بغدا أنا والاستاذ عماد قديم ومن اشهر من بداية التشكيل الحكومة نعم تكريف فانه مشكلة انه الايران اصبحت لاعب كبير في الساحة اللبنانية وهذا للأسف الشديد نعم صحيفة المستقبل اشارت الى عديد من المواقف التي قالها الرئيس الحريري ولكن بدأت المقال بالافتتاحية انه حضور الرئيس الحريري شخصيا الى الاستوديو ايضا اضائت عليه انه عادة رؤساء او المسئولين بصير الحوار بمقر وليس الحضور الى الاستوديو يكون بين هذا الجمع هيدا بالموضوع يعني فيه له وجهتين نظر للأسف فيه ناس مع انه شعبي يبتعطي بانه رجل مش شايف حاله ومن الناس وفيه جمهور تاني بيرفض هالشي كليا بيعتبر تنازل وزعلان هادة الجمهور التاني ما تفتكر انه ومنه قليل هلأ بيكون فيه اعتبارات امنية طبع هون بدنا نحكي غير دع من خلينا نحكي على القصة سأل تاني عم شايف بيادة لا من موضوع تاني هلين في هالموضوع هيدا فيه ناس كانت فرحاني انه هيدا رئيس شعبي وفيه ناس تانيين كانوا مدينين لانه بيقولوا بمحل تاني انه هل بيروح اي من رؤسات البقيين على محط التلفزيون اطلالة الرئيس الحريري مبارح جاءت بعد لقاء رئيس الجمهورية وبعد الكلام خلال لقاء الاربعاء للرئيس بري انه هناك بصيص امل بولادة حكومة تجمع هيدا المعطيات علما انه بعد المواقف يعني النهار اليوم الحريري يغامر بمهلة العشرة ايام هلا متل ما قلتلك انه برجع نفس الكلام ما في شي جديد الرئيس الحريري عليه دائما انه لازم يبشر الناس بالخير يعطيه فرصة الامل ورئيس بركي ان شاء الله الله وفقه يعني ما بتعرف بالمواقف التي قال الرئيس الحريري بموضوع الحكومة ستكون حكومة وفاق وطني تضم معظم الاطراف السياسيين الاساسيين وترضي اللبنانيين هون عم تشير الى هذا الاطار مستعد للتنازل حتى من حصته الوزرية بتشكيل الحكومة لمصلحة البلد لانه ذكرت اشارت الموضوع الاقتصادي الداهم هادي مش جديد على الرئيس الحريري دائما الرئيس الحريري استعد عنده اي استعداد تنازل عن اي شيء في مصلحة الوطن يعني اللي حاطت سروسة 3 مليارات في دعم بلده من جيبته بالوقت اللي كل الزعمة بلبنان عم عبيين جيبهم هذا الوحيد اللي صرف كل نون بيعبضوا هو اللي صرف اللي معه حطوا بالبلد نعم هاي الميزة لحالة بتكفي طيب بالتضحيات يعني بعد في تضحيات كتابناك بتصير اكتر من تنازلات المال والبنون زينة الحياة الدنيا وانت بتكون عم تضحي بمالك ما خلتش يعني نعم هو دع الجميع اللي تقديم التنازلات طبيعي وايضا رئيس الجمهورية يلي اكد يعني من خلال اللقاء معه انه يريد تشكيل الحكومة اثبتت الاحداث بلبنان انه ما في حكومة زي ما كانت حكومة وفاق وطني بالزمنات زي بتتذكر يوم تلي اقالوا للرئيس اللي كان قاعد ناطر بده يشوف هم بالبيت الامية تفايت عند يومت عند اوباما نعم اوباما اقلوا جابوا حكومة كلها من لون واحد رأسها نجيب مئاتي نزل الناتج القومي من التسع على السفر وما قدرت عملتشي هالحكومة كانت افشل حكومة بتاريخ لبنان نعم هذي بتأكد نظرية انه هذا البلد مصنوع ان يكون ما بيمشي الا بالوفاء على كل حال اكد الرئيس الحرير ان حكومة اكترية وامر واقع غير وارد هالموضوع وهو ما بيقبل فيه اطلاقا طبيعي نعم بموضوع التأخير اسباب كتير يحكيها الرئيس الحريري في هذا الاطار وحكي انه موضوع خارجي اكد على التسوية بانه قائمي مع رئيس الجمهورية علما سمعنا بالفترة الماضي عن تعقيد لامور اكتر انه اطاعة التسوية وحتى موضوع اتفاق الطائف ذهبنا للكثير ابعد مما هو يعني يقال في هذا الاطار انتي بتعرف دائما بيكونوا بيحكوا شي بيفعلوا شي تاني وهذه موجودة عند كل السياسيين بيرفع السائف اللي فيه تشكيل حكومة بيرفعوا للسائف لحتى يشوفوا قداش بيقدروا ياخدوا وهذه اللعبة السياسية في لبنان موجودة تاريخيا ما تتغير يقول الرئيس الحريري اعتبر انه فشل العهد كما جاء بصحيفة المستقبل ايضا سيعتبر فشلا لجميع الافريقاء والبلد والاقتصاد وانه ما تم تحقيقه بهذه التسوية منه منذ 2016 لحد اليوم بموضوع يعني انجازات ما قامت به هذه الحكومة العهد يريد هذه الحكومة يعني للانطلاقة وحتى موضوع استاذ شارل جبور بالجمهورية انه رئيس الجمهورية يريد قبل 31 تشرين لما تسلم الولاية بالمنطق الكلام جدي جدا بس بالافعال الكلام غير المنطقي نعم نشوف افعال شي ومطالب شي يعني انا لهون ببدي اسأل سؤال وكل العالم شافته على يوم تل يعني عطى حصة للرئيس مشيل سليمان كان فيه انتقاد من الرئيس مشيل عون على وقت جينا من اتفاق الدوح يعني كانت الامور غير لا انه كان عم ينتقل انه كيف رئيس الجمهورية بتعطوه حصة نرجع لها لصة ما بعرف الاختراع من وين جابوا انه يجوا يقدرنا انه في حصة لرئيس الجمهورية غريبة عجيبة بتشوف فيه تغيرات اذا عم نحكي عن تضحيات وتنازل اكيد 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 وانا مشكلة هون انه الرئيس الحريري دائما 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 اكتر واحد مستعدت يضحي في سبيل لبنان ما عنده حدود للتضحي في سبيل لبنان هذي فيه ناس معه فيها وفيه ناس ما انهم معه فيها نعم صحيفة الجمهورية مثل ما ذكرنا استاذ شارل جبور حكي انه الرئيس عون من المصادر لا يريد ان يبدأ السنة الثالثة من عهده بالفراغ خصوصا انه يعتبر ان السنة الثانية من عهده شاهدت اول انتخابات من نوعه وبالتالي لابد من حصول شيء ما لحتى تكون انطلاقة السنة الثالثة مع حكومة كاملة الاوصاف اذا بدنا نقول كلام منطقي يحتاج الى افعال افعال عم تحكي هون عن طيار وطن الحر وكده البساطة الصحية وستطلك معلومات عشرة 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 فيه قد ما بدك تركيبات قد ما بدك تركيبات بس لأول مرة هون انا مش عم بكشف سر انه لأول مرة الحكومة اللي تقدمت لرئيس ميشيل عون لقدم الرئيس الحرير اخر صيغة ما في ولا واحد بالعالم بيعرفها غير رئيس الحرير حتى الطباعة طباعة بايده هذا معلوماتك سأل هاي الحكومة كانت من تأليف وتلحين سعد الحرير كتبها بيده على الكمبيوتر ولم يطلع عليها اي احد الا الرئيس الجمهوري لذلك كنو اللي بنحكم حدا بيعرف نحيا اوين بهذا الاطار ما طرح من صيغة للقوات اللبنانية بموضوع تنازل رئيس الجمهورية او انه اعادة الامر اللي موضوع عنها برئيس الحكومة وثلاث وزراء تانين قوات لبنانية ما حدا تصل فيها في هذا الاطار ويمكن هذا باطار يعني انزال هذه الاخبار انه مش هيك والقوات ما بده حدا يتنازل من حق ولا يعطيها ما انه مني من احد على كل حال يعني اللي بيعطي رئيس الجمهوري بيضحي برئيس الجمهوري بتنازل على الرئيس الجمهوري بيضحي عن نائب رئيس ويضحي عن وزارة شك بالعنوين استاذ عوني بالموضوع الاقليمي والدولة ما قاله الرئيس الحريري حول العلاقة مع سوريا تفردت صحيفة الشرق بالعنوان الاتي الحريري اذا ذهب نصر الله الى سعودية فسأذهب الى سوريا وهون في اطار الزيارة الى سوريا اكد ان هو لن يزوى سوريا والموضوع ليس فقط مع سعد الحريري هو موضوع دولة اقليمي اصبح هذا هذا الامر اليوم الرئيس الحريري يمثل اهل السنة في لبنان نعم واهل السنة في لبنان اللي هم موقف من النظام السوري شأنها ما بينها وهالموقف بدي يحترمهم انت اليوم بدك تحترم جماعتك اللي بتمثلهم هذه الجماعة ترفض ان يذهب الرئيس الحريري صارت فرصة للرئيس السوري يوم من الايام انه الملك عبدالله الله يرحمه زيارة شهيرة كان طيب كان طيب وكان صادف فصدقوا لبشار وقال له اخدوا لسعد غسما عنه لانه انا بتذكر ذلك اليوم بتذكره كتير 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 منيح لانه يوم متى كانت ساعة انتين الى ربع بيدعيني الى الغداء ووصل لها فتت على المحل على المرض لعند الرئيس الحريري وكأنك انت فايت على عزة لقيت الكل حتى بتذكر وسامل حسن الله يرحمه كان قاعد ما عم يحكي ما حدنا ولا حدنا اسأل سؤال ما حدنا يرد حط لقمة الشوربة اول شيء ببلش بالشوربة الرئيس الحل حط بسمع لها ووقف ووقف بعد خمسة داي قال بتكون شيء عرفتا لانه رايح على سوريا يعني متى الواحد ايخدو حتى لتتبعو هاي الفرصة ضيعة علي بشار نعم لن تتكرر هذه الفرصة الرئيس الحريري حكي ايضا انه لن يزور سوريا رافضا اي ابتزاز في هذا الملف لانه بموضوع وجود النازحين بلبنان موضوع معبر نصيب وكأنه يتحدث انه لبنان ما عنده عدائية تجاه سوريا بالعنوان العريض ولكن هناك عدائية من قبل النظام تجاه لبنان يعني ما نحن احتلنا سوريا من سنة الـ 75 لالـ 2005 لبنان لم يذهب بولايا مرة اللي احتلت سوريا للأسف مش كده سعية سوريا عكبر منها سعية سوريا بالنسبة لنا دولي كبيري ولكن نختلف على النظام مشكلة النظام انه السوري الآن غير مؤهل ان يكون رئيس وقت ايش سوى من الوراثي فقط لا غير لا في ديمقراطية ولا في انتخابات ولا في ولا في ولا في النفس سيكون قائما متل ما كان مؤخرا ما تم علانه مؤخرا وبالتالي يعني لن تكون العقد كبيرة بعد تشكيل الحكومة تصيبة البيانة الوزارة اللي هو موجود فيها الحكومة هذا الوحيد اللي ممكن يرضي الجميع نعم سيسعوني بمقال لحضرتك في صحيفة الشرق من كم شهر اذا بدنا نقول يعني بس بدأ الكلام عن موضوع العقد وتشكيل اللي حكومة بتقول انه اذا تدخل حزب الله بصير في حكومة مو بدي احكي كل التفاصيل وكانك تقول انه قادر الحزب اي حل الامر علما ان الحزب الله وحركة امل اذا بدنا نقول تناقي الشيعي اكتر من اكتر المسهلين ما طالبوا اكتر من هدي من تلاتة بتلاتة هذا كلام صحيح بس الرئيس الجمهوري يعني اكتر ناس بيدرمون عليه اني حزب الله بيمونه بيمونه عليه ايجابا الموني ايجابي لك سلبية ايجابي ايجابي عاكل حال مبارح كان في وفد من حركة امل من حركة عم يتشكروه على مواقفه وكترة المقاومة وفائل المقاومة وشكر على مواقف رئيس الجمهوري بنيويورك وبالتالي هدي رسالة ايضا وحديثه اللي عملها بالفيقار هو التصريحاته كلمته بالأمم المتحدي طبعا كل مجموعة فالوحيدين اللي بيمونه عليه هو اني جماعة حزب الله كانك عم تقول حصل هذا الامر لا عم تقول انا اللي بيمونه ايه موضوع يعني بما انه الجو ايجابي عم نقول في حال عشرة او اسبوع في اتصالات موضوع العقد المسيحي متزال قائم ايس بدنا نقول بين القوات والتاروطان الحر والحزب التقدم الاشتراكي موضوع ثلاث وزراء ولكن الحزب الاشتراكي انه يتابع باهتمام هذه الاتصالات وانه ليس بعيد عن اي تسوية في حال الكل دخل فيها يعني التنازلات من الجميع هذا ما قاله من بارحة الرئيس الحديد قال انه وقت بيشوف يعني هلأ اليوم كله مصعد انت بتتنازل انا بتنازل مفتيك واحد يتنازل والتاني يقوله لا انا ما بديتنازل قالت النازلات من الجميع ما قالت النازلات من طرف والبالتالي كل واحد المعرض بده يتنازل نعم ما في حالا يقدر ياخد بلبنان كل شي بده نعم بالجانب الاقتصادي يقول الرئيس الحريري بالجمهورية وفي كل يعني غالبية صحب البلد لم يعد يتحمل اقتصاديا ما عطى نقطة الانهيار وما ذكرت يعني دائما متفائل وعنده امل ولكن الواقع اتقيل اخطر مرحلة ما رأى فيها بتاريخ لبنان اقتصاديا هي اليوم خاصة خاصة عم ننسى انه حوالينا شو فيه الحروب اللي موجودة ان كان بسوريا وان كان بالعراق وان كان بنيمن وان كان بليبيا ما تنسى انت يعني دائما كنت تعتمد على الدول العربية كانوا الانقاذ دائما من الدول العربية اليوم الدول العربية ايه بيحالي صعبي جدا يعني السعودية نفسها حتى شوف شو عمله اولوياتهم داخلية ما بقى نشيل الاولويات والضرائب اللي حطت على المواطن السعودي وعلى اللي يعني مشتغلوا بالسعودية ما كانت قابل هي ما كانت قابل بيقولوا لك في هجرة مئة الف لبناني من السعودية السنهاية بسبب رسوم الدرائب اللي رفعت السعودية بحياته ما بيحنا منه البنزين على الماء على التليفونات على الكهرباء على الإقامات يعني كلها هاي لا تبشر بوضع اقتصادي جيد أوكي وبالتالي نحنا بتنعكس علينا طيب فنحنا اليوم كنا دائما نتكل على الدول العربية بتفتح على طرق الدني بتاقي لبنان صار فوق بعضه من السواح العرب هذا الشي ما بقى في حدا يعني كل يوم عن يوم عم يتقلص الدور العربي في لبنان وبالأخص الدور الاقتصادي هذا البلد بالشأنه أم أبينه ما بيقدر مش معمول لللبنانيين معمول هذا اللي السياحة الغنية وليس للسياحة العادية السياحة العادية بتخسرك انتي اليوم سياحة اللي هي سياحة العادية متل ما هو هلأ هاي هاي قسارة باعزارة بدك انتي تكون متل موناكو انتي متل شاطن الفرنسي عنا مقومات استزعوني لعنا كهرباء عنا ماي نفيات بالطريق وين مقومات موناكو وقت اللي كانوا موجودين بعز لبنان ما كانوا في بلاد فيها كهرباء اخلصنا وينصرنا بنرجع بنرجع ما في شيء استحيل ايجا رفيق الحريري بكم سنة عمل ما لا يعمل وممكن هلأ بس نتفق مع بعضنا بنعمل ما لا يعمل الشعب اللبناني ما بينخاف عليه بس عنا هلأ ملتهيين بس خلينا نركز على الماء بلدنا بتلاقي تغيرت الدنيا بس هلأ ملتهيين بمشاكل بلا طعم اشكيل حكومي هلأد قادر على حل حالة الأمور يغير الأوضاع بيحسن ما بيغير يحسن طبعا اكيد ممبرح كانت واضحة انه بنتفق فينا نشتغل اذا ما اتفقنا ما فيش الرئيس وهون قال الرئيس الحريري بكل بساطة اذا ما كانت حكومة وفاق وطني او انه احد الافريقاء داخل لا يتخاصم مع الفريق الاخر ما حيمشي الحال صحيح ما حنشتغل لذلك اليوم هلأ معلش شيء انه بدك تقلي انه ما في ولا لبناني شاطر يجيب الكهرباء والكهرباء موجودة بكل العالم نحن معنا حلول الزبالي بكل العالم حلول لقصة الزبالي بس عنا بلبنان ما فيه الى حال راح تابع معك استاذ عون الكعكي هذا الحوار شؤون ايضا اقتصادية خدمتية والجانب الصحفي بعد التوقف لاستراحة اولى ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع ناقب الصحافة اللبنانية الاستاذ عون الكعكي كنا بدأنا نحكي موضوع اقتصادي ومقاله الرئيس الحريري في هذا الاطار ولكن بالتفاصيل استاذ عوني موضوع الكهرباء اليوم بالمعلومات للصحف انه شركة سيمنز في اجتماع نهار التانين مع الوزير سيزار ابي خليل لانه رجع نحكي كيف كان العرض وهو عرض او انه شيء جد يقدم وقلت انه ولو كل العالم عندها كهرباء نحن ما منقدر نحل ازمة الكهرباء يعني صدنا كاتبين وحكيين الاف من المرات اه للأسف الشديد للأسف الشديد ما هم بعرف انا بدي هون ذكرك بشغلي نعم في يوم تب بعدها يعني تقريبا انت تتشكل الحكومة الاولى بعهد الدياس الهراوي كان محمد يوسف او كان مشكلة كان محمد يوسف بيدون هو وزير الكهرباء اوكي يومها بيقل لي السفير الكويتي كان اسمه احمد عبدالعزيز الجاسم ام قال لي بدي اقدم خدمي للبنان تاريخي بقصة الكهرباء نحن السندوق الكويتي بيسوي لكم الكهرباء بقرد بشروطه رفض وقت الموضوع جب لي كتاب من الوزير انه انت بتروض قمتكن جبت كتاب وتقدمنا واجه وفد طويل عريض كويتي لحد تالي يساوي الكهرباء وطبعا في ناس ما بدت ساوي الكهرباء ليش لانه في استفادة بموضوع ما بده نقول صفقات ولكن هذا الملف انا بروح لمحل تاني انا بروح لمحل انه لو جينا اخذنا ملف الكهرباء من يوم ما شأقلوا للوزير جورجو فريم بغاية هذا اليوم من تسلم هذه الوزارة ليس فريق واحد ليس مهم لاحظة لا هذا الفريق الواحد هذا الفريق لا يريد ان يعطي كهرباء الكهرباء هي استقرار الكهرباء هي تقدم الكهرباء هي في ناس هربت في ناس هربت اول ما ايشت بالتسعينات وقت المصطفين ايشوا لهون ما في كهرباء هربوا فلوف ما بده الليبناني يتقدم ممنوع لشو ما بيطالهم جمبوروا من الكهرباء ما في طال الفريق لا بدهم بدهم مقاتلين بدهم ما يكون في شغل حتى يلاقيوا مقاتلين بخمسمائة دولار ولو طيب هلأ نفس الشي بعد بيحموا الموضوع بدون كهرباء ما فرقيني معهم ما فرقيني كيف ما فرقيني ما بدهم يجيب كهرباء الكهرباء يعني استقرار ولا استقرار ممنوع اذا عملنا حكومة ما حدش الكهرباء كمان كيف انا مني متشائم بس مني متفائل بس الكلام معقولي انه بثمينة شهر خمسة عشر الف ميجاوات بمصر تركبوا بثمينة شهر ونحنا ملنا الحديد هلأ ساعة عروض وساعة طول وساعة بدنا نقدم وساعة اللي نشوف هالدرس وساعة لجني وساعة بعدنا لا لا منلف مندور الوزير ياسين جابل حكى عن هذا هل من المحقول انه اليوم ما يكون فيه شي متل ما بقولوا تشريع الضرورة طيب ما فيه تشريع لضرورة انه نجيب الكهرباء مثلا طيب يتفضلوا شو ناطرين عرض الشركة الالمانية اليوم ما بدي حكي انا بالاشخاص انا ماني لا ببيع كهرباء ولا بعرف بهذه الحكي انا بنقرأ ومنتابع انا عم بحكي بالمبدأ بالمنطق معقول لكل العالم فيها كهرباء الا بالمجاه الافريقية فيها كهرباء بأفقر بلاد بالعالم فيها كهرباء نحنا مانا نقدرين ليوصلوا لحل الكهرباء بس سيزعوني عم نحكي في حالة شكيل الحكومة هناك اصلاحات وهناك مؤتمر سادر وهون شدد الرئيس الحريري على هذا الموضوع هذا يعني الانطلاق بالمشاريع الانمائية ستطال كيفة القطاعات النقطة المضيئة الوحيدة بكل كلام الرئيس الحريري هو مؤتمر سادر لانه هيدا بس ان شاء الله يخلوه يسويه حكي بالموضوع انه بده لاحقا بيحكي علنا ما كانوا نطري تلف حقوق من يعرقل المساعدة طب اذا بدي اسأل سؤال اذا كنا عارفيني لو كانوا لكل ما الرئيس الحريري شاعرين بهذه اللي احنا بهذه اللي احنا فيها بخطورة الوضع ما كان لازم تتشكل حكومة مثل ما بقوله دايوان من اول لحظة من تاني يوم اللي ما تشكله فيه ناس عم تعرقل طب هلا ما بدي انا اتهم حدا بس انا بدي حط عنوان بدي يقول انا انه ليش ما تشكلت الحكومة بغض النظر مين من اللي مأخر معناتها فيه ناس بعد الحديث هلا ما عند الحس الوطني ولا خيفاني عبلده هلا ما صالحها وصلوا لمحل هلا الافريقاء انه شايفوا مثل ما بقوله ما فيه الالمون ما فيه اكبر دليل ع ذلك عدم تشكيل الحكومة ما حدا يقدري ما بيقدري انه هني انه والله فيه سبب ما تتشكل حكومة شو ما كان الكلام اليوم وفيه لقاء تاني مع رئيس الجمهورية لحتى توزيع الحقائب يعني وسط الأمور لخواتيمة تقريبا ان شاء الله بعدك مش ما ما لاني يعني فعلا ما عم بيقدر تسدي انه اربعة شهر ما نقدري نشكل الحكومة طب ليه حدني بس نعني باي موضوع انه شو بيتغير بعد اربعة شهر لحتى تتشكل الحكومة طب ليه ما من دايوان متل ما بقوله كل واحد بقى يحط مصلحة لبنان ويشتري بس وقبت حط مصلحتك ما فيك توصل لها ما من انتخابات استزعوني وافرزت أحجام وكله بده يتمثل على حجمه برافو عليك منيح اللي فتحت اللي هالسيري أولا على نسبة بالانتخابات كانت أربعين بالمية يعني فيه ستين بالمية ما صوته ما صوته يعني هذي الانتخابات ساقطة قبل ما تتبحث بلتائج الستين بالمية ما صوته يعني ما الستين بالمية ما قبلنين بهذا المرشحين كلهم كلهم مش واحد الكل الستين بالمية وقت اللي بتكون معناتها إذا ترشح واحد أخذ أربعين بالمية واحد أخذ ستين بالمية أيابي نجح تغلك تقلقى الاربعين بالمية طبعا بيحكي مني انا الاربعين بالمية هلأ بدنا نرضي هاو الناس اللي ما صوتوا يعني العمل لازم ينعمل لقلون مش نرضي الانوهاد هوني رافضين الانون رافضين الانتخابات ونتائجها ما عم تحترمون انت هون انت ماشي عم تاخد الموضوع وين مصلحتك شخصية طالما في مصالح شخصية كيف بنا نبني بلد كيف بنا نبني وطن كيف عم تحكي عن موضوع الضرورة كانت لافت مبادرة الرئيس بره لتشريعه الضرورة وتحديدا بموضوع مؤتمر سادر العديد من القوانين وطرح القوات اليوم الجديد في حال ما تشكلت حكومة بسرعة هنعمل حكومة ضرورة اذا بدك الحقيقة في ضمانتين بلبنان اليوم في ضمانة اسم رفيق سعد حريري اللي هو مستعد يضحي بعيشاء في سبيل ما ضحي بحاله بالاخد والله مضحى بحاله اكتر من هيك شو بدي عملت ما تضل عنده شي ما عطى وفيه الرئيس بره الرئيس بره هو ضمانة حقيقية وطنية للبنان يعني هون بما انه جبت سيدة الرئيس بره كنت عم بتابع موضوع الاقتصادي بما قالتك اليوم بالشارع الصفحة الاولى الرئيس بره خط احمر طبعا حكيت عن مواقف الرئيس بره علاقته بدولة الكويت وتقول لديه شعبية كبيرة بالكويت بين يعني الشعب الكويتي هذا الكلام انه فجأت ما جاء بمقالي لرئيس تحرير جريد السياسي الكويتية جار الله اللي سميته زميل سابق زميل وصديق كان سابق لانه للأسف لانه هاجم الرئيس بره انتقده لا لانه انا يعني الرئيس بره هو اليوم يعني شب ضماني لعروبة لبنان فيه ناس عم يخدونه على ايران بعد فيه رئيس بره رافض ما بدي يروح بيقولك انا عربي طب بيجي بانه بتهجم عليه لأي سبب بيجي سمح لنا بقى احمد الجرل بعدين انا ما بقبل اي انا وخيه على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب متل ما كمان اي لبناني يهاجم اي دولة اخرى او اي مصن اخر انا ضد انا ضد الهجوم على الرئاسة لايض كثير اسلا القنون ما بيسمح يعني ليش مانطور كثير ما عاف لعنقون طبيعيين لاني مش حلق الاون فيني انا آآ ان تقد حر معانيشي ماعجبني بس ما فيني جرح ما فيني اتهم لا عندك اسبتات ما لك حق بالتجريح التشريح ع 어떤 الشخصي مش موقف شخصي هو حضر ذك عم تحكي عن الإطار العام يلي حكي عن الرئيس حيث المبدأ نعم يعني حكينا موضوع الكهرباء استاذ عوني في موضوع المطار يلي صار فيه على كل حال مبارح الوزير انه هذا المشنوق حكي من عند رئيس الجمهورية انه هذا الملف موضوع عطاولة رئيس الجمهورية وايضا رئيس الحريضي تابع هذا الموضوع مع رئيس شركة طيران شرق الأوسط وفي أموال حكي الوزير في نيانوس للبدء يعني بالطوارئ ساعبت من أنا هون بدي أذكر هالشغل كنت بمناسبة اجتماعية وكان الرئيس مجلس إدارة المدل إيست هاي كانت في بداية الصيف كان يحذر من انه نحن جابه مشاكل كتير كبيرة بالمطار وقال انه في فلوس لازم بقى نصرفها نصلح ما بيجوز تصلوا المطار 25 سنة يا جماعة خافوا الله ما حدا نرد علي فهيدي اللي صار بالمطار صحيح صار فيه حادثين حادث تعطل هدي ستة وهدي مش بييردتنا بس بنفس الوقت في الحادث اللي صار الأخراني اللي هو ايه كمان فيه غلط بالإدارة ما بعرف إذا فيه موضوع التنظيم بالإدارة بالمدل انت وفاية بيفتشوك وبيرجع وتروح بعدين بتعمل شاك إن ما في بلد بالعالم بيعملها إلا بلبنان عادة بتفوت تعمل شاك إن بياخدوا شنتك بيفتشوها مش بالقلب يعني هي عم تعمل دبل عاجعة مش عاجعة واحد إلا جالب موضوع صياني في موضوع التوسعة يعني المطار بط يعني لك قبل ما نوسع قبل ما نوسع دايق بنوسع بس الحد الأدنى بعد من 25 سنة عم بيبكي كان محمد الحود إنه كلمة الله خلي ينطفون بسويون وهيني يعني اليوم هاي الشركة اللي كانت تخسر مئة مليون إجا شخص صار يربح مئة مليون كان ما فيه ولا طيارة عندهم 30 طيارة اليوم المدليس تملك علماً هلأ في حملة على نزم محمد الحود وما في حملة على حكم مصر في لبنان على الليرة على كل واحد ما قال الرئيس كل واحد ناجح ما بدون يعني إجا بتنذكر السرطة العميان إجاهم صاب يمفتح ضلوا ينحبونه بعيون فهيكا نحن بنعمل أبداً بس يشوفوا واحد ناجح لازم ينفتحوا على طريقة كيف يعني ينشعوا ينخلصوا منه ما بيننسبهم لأنه الفشلين والسيئين الزن والأنانيين ما قالوا المصدح يكون فيه مواطن صالح نعم عم نحكي عن موضوع يعني بيطار جانب الخدمات الإنمائي ولكن الجانب المالي وزير المال على حسن خليل يحذر دائماً وهون عم نحكي بدأنا بموضوع موازني للعام المقبل ولكن التحذير قائم بالجانب المالي بوقت الكلام اليوم عن عقوبات أمريكية جديدة اللي يانب موضوع الإيراني تستهدف يعني أفراد أو مؤسسات تابعة لحزب الله حاكم مصر في لبنان يؤكد أنه لبنان بموضوع الامتثال الدولي أكثر من هيك ما فيه عم يثبت التاريخ بالوقاع أنه الرجل المناسب في المكان المناسب أوكي يعني عنا الله بيبلي بيرجع بقوله بعين بعين قديش بيلينا بأوضاع سياسي سيئة وسياسيين أسوأ بتخريب البلد بس الله أنعم علينا برياض سلامي لحتى كل هالأخطاء اللي بيعملوها هو الوحيد اللي يوقف ماشي مستقيم عم بيدافع عن الليرة عم بيدافع عن العمل الوطني عم بيدافع عن الوضع المالي تصور أنت لو بعدنا مثل ما فترة من الفترات نقوم الصبح نشوف عديش الدولار على اللبناني والليبناني على الدولار طلعت إشعاعات أنه في ناس بلشت تحول وبعدين حتى وصلوا أكثر من هيك الإشعاعات وصلت لصحته اه يمكن إذا واحد رشح مملوحي رشح لانه وفي آل وقتا مش هميمون صحتي من الموضوع التاني راح نتابع معك نتوقف الاستراحة تاني يا أستاذ عوني ونحكي بالموضوع الصحافي المكتوبة والأعلام ابقوا معنا مشاهدينا نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت معنا قيبة الصحافة الأستاذ عوني الكعكة أستاذ عوني من أصل 110 امتيازات أو 111 إذا بدنا نقول فقط هلأ في عشرة والصحف المتبقية معرضة للخطر هذا الكلام قلته بعد اجتماع مع الوزير ملح مرياشي اللي عمل اجتماع طارق وقته بالوزارة وتم تشكيل لجنة متابعة بموضوع الاعلام والصحافي المكتوبة بما قال لحضرتك يوم التنين بتحكي عن الأسباب بالتالي أسباب مادية أسباب مال سياسة أسباب سوشال ميديا ولكن شو بتكن تعاني يعني شو هي الخطة أول شي لازم نعرف شو هو اللي أدى لتوقف الصحف لازم تعرف أنت ليش عم تتوقف الصحف وأخيرها العنوار بدار الصياد ككل ما في شك أنه توقف دار الصياد عن الطباعة الورقية هي أنا بعتبرها كارثة في تاريخ الصحافي اللبناني طبعا ما عمقلل هون من قيمة مثلا جريدة السفير اللي كانت من أكبر الصحف كمان البلد اللي أخذت حيز معين عم تقول البقين معرضين للخطر واعزروني إذا كنت يعني نسيت حضن هلا للأسف 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 في مجرم كبير اعتدى على كل الصحاف هدئي المجرم هيدا المجرم هو اللي اعتدى وبدون ما يطلب إذن مثلا ما طلب ما قالنا شيء ومضطرين نرجع نمشي معه مع هالمجرم اللي أقتلنا يعني واحد أقتله لك نمشي معك اليوم بكل العالم هذي أزمة الصحف الورقية موجودة لأنه صارت الكلفة أكتر من الانتاج الصحافة من الأساس هي رسالة وليس تجارة يعني بدك تفوت أنت لتأسس صحيفة عارف حالك أنت مسبقا أنك أنت فايت بمشروع غير مجدي ماليا ولكن في موضوع السياسي يعني أنا مشان أكتب افتتاحي أو عبر عن رأي بالنسبة لأيلي بتعني مال الدني كله عني ما يبيله وبتلاحظ أنت يون يعني مثلا الصحافة لو جينا جمعنا هالمئة وعشرة اللي موجودين ومعهم ألفان مجلة غير سياسية هدول المتيازات موجودين من هدول 2111 كم واحد معهم مصاري وكم واحد من معهم بتلاقي اتنين أو تلاتة أو أربعة اللي معهم وإذا بدك بالحقيقة اتنين بس اللي معهم والبقين كلهم ما معهم أبل ما أدخل بالتفاصيل الوزير الرياشي أعلن عن تشكيل لجنة متابعة وحضرتك عضو في هذا اللجنة لتحويل مشاريع القوانين يلي قدمها لمجلس النواب إلا اقتراحات قوانين لأقرارها بالحكومة إنقادا للصحافة المكتوبة وطبعا عن النهوض بواقع العلام بشكل عام اجتمعتو بلشتو مش المهم من الاجتماع لأنه إذا بدي مبارح طلبت أني أعمل مراجعة لمكاتب والزيارات اللي قمت فيها خلالها أربع سنين إلى المسؤولين من أكبر واحد لآخر واحد قديش مؤدمينهم بطلب قطي نعم بعد حديث هلأ وعود الحديث هلأ بعد ما في شي جدي ما بعرف هلأ اللجنة يعني مشكور الوزير على الاهتمام بتاعه وصادق في اهتمامه الرجل بس قديش قدر إنه يقدر يستجيبه إنه هاي بدها تروح الحكومة أولا من الحكومة تروح على المجلس وبعدين وبتعرف أنت هبهل دورة هذي قديش في عراقيل نتمنى بس لك صحيح فيه صعوبات وفيه عراقيل وفيه وقت بدنا نضلنا عنا الأمل إنه لازم الدولي أن تكون إلى يد في مساعدة الصحف الوراقية هون ما جاء بمقالتك يوم التنين استاذ عوني إنه المطلوب إسهام مالي فعال يساعد الصحف بمعايشة الأزمة وليس تجاوزها وهو تخصيص مبلغ سنوي مقطوع حتى تقيمتو 500 ألف دولار الأمريكي لليومي و250 للمجلات أنه على الدولة يجب أن تقف لجانب قطاع الصحافي والأعلام الدولي مطلوب بنا تساعد المدارس الخاصة وتساعد الأسازة وموضوع يعني كمان اليوم أي شي بصير تفضل يا دولي ساعدينها طيب بدي أسألك سؤال يعني وقت الدولي صلى لعشرات السنين عم تدفع مليارين دولار خاصة كهرباء كهرباء ومع من يخد كهرباء أوكي دفعت لها منذ سارعين ساعة تفاح ساعة تبغ ساعة ما بعرف شو ما بيطلع لهم هدول المعترين هالصحفيين اللي بيضحي بحياته بحيات الموظفين ما بس بضحوا بحياتهم يعني إذا بعطيك قائمة شهدها شهد نعم يعني خل مثلا آخر شي ما بنطولع كتير طيب جبران التويني ليش أتلو تمير أصير ليش أتلو سليم اللوزي ليش أتلو رياض طهة ليش أتلو طيب يا جماعة نسيب المتني ليش أتلو طيب كل هولي ما بيت تستاهل الدولة إنه مشان ساعد أصحاب رسالة وطنية إنه يقدروا يكملوا رسالتهم أوكي طرحتوا الموضوع في تجاوب حدا أقلكن شي هلأ فيه فيه استعداد أنا برأيه بده بس عمل الوقت هو هو اللي مخوفني لأنه ذكرت سيد عوني بمقالتك إنه قبل كان فيه دعم خليجي ودعم عربي لأنه أيضا بالموقف السياسي في هذا الإطار اليوم ما بقى بحاجة يعني غير مبرر بدي خبر بدي خبر بدي خبر بدي خبر بدي خبر عن الدعم السياسي بيبقى أول أيام ولل الرئيس المرحوم سلامان فرجي نعم بيجتماع قمي مم فكل دول رؤسات دول عمين تؤدو لبنان إنه الصحافة اللبنانية عم هذا بيحكي عني وهذا بيحكي عني وهذا بيحكي عني وهذا بيحكي عني فوقف الرئيس فنجي قالهم يا جماعة انتم عم بتمولو هالصحوف واقفوا تمويلكم بيقولوا واقفوا الشكوىكم هلا واقفة كلها ما ضل فيه ولا زعيم عربي من اللي كانوا يهموا وكانوا يساعدوا للأسف ولكن هلأ اليوم رجعته للداخل يعني هذا التضامن طبيعي طبيعي بالداخل طبعا في وزير الإعلام كان عنده خطة بموضوع الإعلام لأنه كله يعاني يعني بشكل عام هذا القطع ما في شيء اسمه خطة في مختصر مفيد بدك تدفع لتساعد خطة شو بدك ترشم هاي خطة بدك أعطيه إرشان هالمؤسسات اللي موجودة توقف حد منها لأنه كل مؤسس بتروح بالقليل من المئة إلى ثلاثمئة شخص عم بيروح معها يعني دار الصياد كان فيها يوم من الأيام ألف وخمسمائة وموظف ومع عيالهم في عيال بالأخير أهو ألف وخمسمائة عيلي كل المشاكل بدنا حكومة تكون جاهزة بل هازم يكون في ما هذي قصة الحكومة كاملة الأوصف يعني مطلب الطفل اللي عمير ضع منهم بده 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 عبارة بدي اختم معك استاذ عون الكاكي نقيب الصحافة اللبنانية شكرا لوجودك معنا اليوم أهلا وسهلا فيك شكرا لألك شكرا للمشاهدين على المتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدين على المتابعة للمشاهدين على المتابعة موسيقى اشتركوا في القناة